السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات قناة مامة عليا برحب بكم النهاردة بنقدم فيديو جديد اتمنى ان هو ينال اعجابكم ورضاكم وتنفذوه باذن الله لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وسبسكرايب لو اول مرة تشوفيني او اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله النهاردة هنقدم حاجة جديدة اول مرة ننزلها على القناة هننزل طاجن الكوارع طاجن الكوارع ايوه طاجن في منتهد الجمال دسم جدا لفوايد جميلة هنعمله مع بعض ونمشي خطوة خطوة وننفذوه في انتظار تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة عندي من الله نتوكل على الله ونبدأ مقدير وصفتنا النهاردة لطاجن الكوارع الجميل ان شاء الله هيعجبكم وتنفذوه عندي بصلة كبيرة مقطعها شرايح قطعيها بالشكل اللي انت عايزاه شرايح دواير براحتك خالص عندي توم مهروس طبعا ده مقدار على الحسب اللي انا هعمله وعندي صلصة طماطم انا مبشورة يعني كمية حوالي ست سبعة سبعة طماطمات مبشورين مش مضروبين في الخلاط وعليهم تلات معالق صلصة كبار وفلفل اخضر متقطع سيحطي فلفل اخضر الوان اللي يريحك وطبعا البهرات والتوابل بتاعتك عبارة عن ملح وفلفل وهنا كمون وكسبرة ومتاح اي بهرات تانية على راحتك لكن ملح والفلفل اساسي معانا طبعا وصفة الكوارع دي قبل ما نعملها ما ينفعش ان انا هحطها في الطاجن على طول انا كنت مجاهزة الكوارع وهي جاي متنظافة بس طبعا عشان انا اطمن ان هي متنظافة اكتر نقعتها في مياه وخل وغسلتها مرة واثنين وسبتها تتطفى في الوقت ده روحت مجاهزة الزيت يقضح على النار ان انا اشوحها وقمت حطاها حطا بصل عليها والمستكة والحبهان ونزلت الكوارع وسبتها تتقلب شوية بحيث ان هي تاخد اللي هي الصدمة بتاعة الزيت والبهرات دي وسنة ملح وبهرات عليها بحيث ان هي تاخد الصدمة دي ونفس الوقت مجاهزة طاجن بتاعي اللي انا هنفذ بيه اللي انا هعمل فيه حابة تعمليها في صنية براحتك حابة تعمليها براحتك المهم ان انا خليت الكوارع سويتها بحيث ان انا عملتها خدت الشربة بتاعتها وطلعت منها سويتها نص سوى على النار وخليتها جاهزة للطاجن يعني مينفعش ان انا احطها مرة واحدة في الطاجن من غير سوى طبعا انا سلعتها لو هتسلقيها في حالة هتاخد وقت طويل ما يقلش عن ساعة ونص او ساعتين لكن انا عملتها في الحالة البريستو يدوب هي نص ساعة فبالتالي طلعت مستوية كويس جدا انا حطيت الطاجن على النار وحطيت عليه زيت بحيث ان هو يسخن وانزلت بالبصل بتاعي لازم البصل يديك اللون الاصفر اللي هو يدوب يستي ويدبل ان هو لونه يبقى يصفر هتلاقيه هو في الطاجن طبعا عشان الطاجن الفخار بياخد وقت شوية فيبدأ ان هو مع التقليب المستمر هتصفر معاك البصل وتديك اللون ده بكده شوية بعد ما تديك اللون ده هنزل بالتوم المفروم بتاعي وافضل اقلب كويس بحيث ان التوم ما يلزقش برضو في الطاجن وايدي عليه بحيث ان هو يستوي ويددي ريحة ويأول ما يبدأ يدي الريحة بنزل بالفلفل الاخضر عليه مع التقليب طبعا ايدي مستمرة ان انا بقلب باستمرار هاجي بعد كده لازم انزل بالكسبرة بس انا هنزل بالكسبرة بس على التوم والبصل والفلفل الاخضر عشان الريحة تزداد وريحتها خطيرة خطيرة جدا يا بناتي يعني مغرية بعد كده هنزل بالصالصة بتاعتي اللي هي عبارة عن طماطم مبشورة وتلات معالق صالصة وحبدأ اللي بها كويس وانزل بالتوابل بتاعتي بقى الملح والفلفل والبهارات بتاعتي اللي احنا المكونات اللي انا الباقية معاية في الطبق وسنة كمون بسيطة ما تقطريش الكمون قوي مع التقليب المستمر لو حابة تحطي بهارات انا حطيت في الاخر بهارات اللي هي السبع بهارات دول مع بعض مع التقليب مش حابة تحطيهم براحتك خالص طبعا انا استنيت لما هي تغلي خالص والشربة والصالصة تتسبك شوية ومجرد ما بتغلي انا كنت مجهزة الكوارع عندي هنا وشوفوا لونها الداهبي الجميل بقى مسفرة كده والشربة جميلة جدا الحمد لله يا رب فهتها ابدأ ان انا اخدها اصفيها اشيل واحدة واحدة وحطها في الطاجن على طول ان انا ننقلها وبعد ما حطها هسيبها برضو تغلي على البتجائز يعني بصوا مستوية طبعا الحلل بيرستو مش بتاخد وقت فانا مش حابة ان احنا كده ان احنا نقولها على كده فحطيتها في الطاجن تبقى تدي شكل جديد وطعمة احلى طبعا انا قلبتها كويس وهي في الطاجن وفضلت اجيب الطماطم والفلفل والبهارات والحاجة من تحت واغطيها كلها بالسلطة وبالتسبيكة بتاعتها دي لغاية ما توصل لمرحلة الغلايان خالص بعد ما توصل لمرحلة الغلايان اللي انا ببدأ اعمله وبكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 وطبعا لو الفرن بمروحة يبقى كويس قوي هتشغليه على درجة حرارة 180 وتسبيه حوالي 20 دقيقة الزبط الفرن من تحت وتديها شوائي من فوق وش الجرتان ده هي تجيبك جدا وهتستوي معاك تسبيه ان هي تغلي وتستوي كويس وبعدين تدخليها الفرن لوحظت ما بتدخليها الفرن هتطلع في حدود 20 دقيقة ما تنسيش ان الشربة هتكون خطيرة جدا هتعجبك وهتشربي منها هتدعيلي بازن الله في النهاية ده الطاجن بتاعنا النهاردة كان روعة روعة يعني مش قادر اقول لكم الطاجن ما تبقاش منه حاجة يا بناتي يعني الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك كان جميل جدا ودسم جدا ووجبة دسمة جدا ورائعة وممتعة فيها فوقات كتير طبعا ما تنسيش تدوسي لايك وسبسكرايب للقناة اقوم مرة تشوفوني وكمان تدعموني باللايك وشير لأصحابكم وان شاء الله تفزوها وتحت عمركم في اي سؤال او استفسار الطاجن سهل جدا مش هتحتاجي حاجة مجرد البصل والطماطم والبهاراتك والفلفل اخضر على راحتك خالص الكزبارة مهمة بتدي طوم ريحة حلوة جدا في الاكل معاك هتعجبك كل ده حاجة هتعمليها في بيتك احنا فغينا ان احنا نشتري من المطاعم نشتري في اي حاجة اعملي الطاجن في بيتك ونفزيه وهيعجب زوجك واولادك وهتدعي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة